موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة الرابعة الأبتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسن 5 اليونت الثالث الدرس الخامس موسيقى موسيقى موجود في صفحة 46 من كتاب الطالب صفحة 44 من كتاب النشاط قبل ما عنده بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسم الستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الأبتدائي صفحة 46 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة موسيقى موسيقى من طين صورة لمعلم الرياضة يلعب تلاميذه لعبة السبوونان ايك لعبة الملعقة والبيضة اللي اخذناها بدروس سابقة يطلب من عندي ان يلوك اند انسى how many things are wrong انظر انظر الى هذه الصورة واجب كم عدد الاشياء الخاطئة في الصورة فالتلميذ من خلال ملاحظة للصورة يحسب عدد الاخطاء اللي موجودة بالصورة العدد اللي يطلع له يكتبه بالمربع اللي باعلى الصورة فنجي نحسب الاخطاء ونحاول نطلعها فمثلا صورة القمر the moon نحن نعرف ان القمر يظهر في المساء في الليل ما يظهر بالنهار اذا هذا اول خطأ الخطأ الثاني نلاحظ ان هذه البنت تلبس ملابس ما متعلقة بمادث الرياضة لابسة كوت وقبعة وشاح الى اخره اذا هذا الخطأ الثاني الخطأ الثالث نلاحظ ان هذه البنت ماسكة ببيضة اكبر من السبون الملعقة اذا هذا الخطأ الثالث اما الخطأ الرابع نلاحظ ان هذه البنت تبكي هذا الخطأ نعرف انه درس الرياضة درس مرح وهذا البنت حزينة اذا هذا الخطأ الرابع اما الخطأ الخامس نلاحظ ان هذا الشخص يلبس بنطرون لونه pink وردي وهذا الخطأ السادس اما هذا الطفل جالس على كرسي الاستاذ هذا الخطأ السابع اما الخطأ الثامن والاخير ان الاستاذ ماسك بايده ايسي كريم وهذا الشي خاطئ يجب ان يمسك العلم بدلا من الايسي كريم اذا حسبنا عدد الاخطاء لقيناها ثمانية فاكتب بالمربع ثمان اخطاء لقيت من خلال الصورة اذا هذا مجرد مقدمة للدرس يختبر ملاحظة التلميذ على ايجاد الاخطاء اللي موجودة بالصورة باسفلها مكتوب match write the numbers طابق من طين مجموعة من بدايات الجمل طابقها بنهايات هذه الجمل من خلال شنو من خلال الصورة كيف يعني يعني مثلا number one اولا يوسف is wearing يوسف يرتدي اللاحظ انه من خلال الصورة انه يوسف يرتدي pink trousers بنطرون وردي عرفنا بدروس سابقة انه trousers معناها بنطال و pink معناها وردي بنطال وردي اذا ادور عن نهاية المناسبة لهذه الجملة فالقاها بالاخير pink trousers بنطال وردي اذا مثل ما وضحنا بدروس السابقة انه كلمات الملابس جدا مهمة اني احفظها كاملاء وكم معاني ووضحت لكم انه معاني هذه الكلمات راح تفيدني بدروس قادمة وانشطة قادمة نلاحظ انه اذا ما اعرفت كلمة تراوزر معناها بنطال فما اقدر احل هذا النوع من الاسئلة number two ثانيا ليناز ايج is bigger than ليناز ايج احنا نعرف انه هذا الاس الستملك ايج بيضة بيضة لينة البيضة الخاصة بلينة نلاحظ انه البيضة الخاصة بلينة شبيهة is bigger اكبر than من بيضة لينة اكبر من من شنو من الملعقة اخذنا بدروس سابقة انه الملعقة هي سبون فادور عن النهاية المناسبة فالقه هنا سبون اذا اخلي رقم بداية الجملة اللي هو اثنين امام هذه النهاية صارت ادي جملة كاملة ليناز ايج is bigger than the spoon بيضة لينة اكبر من الملعقة number three ثالثا رانا is wearing رانا ترتدي نلاحظ انه من خلال الصورة رانا ترتدي قبعة القبعة اسمها hat شال او وشاح الوشاح اسمه scarf وكذلك معطف معطف احمر المعطف اسمه coat ها يتكلمة نستخدمها باللغة العربية اذا ماذا ترتدي لينة hat scarf and a coat قبعة وشاح ومعطف اذا هذه النهاية المناسبة للجملة الثالثة فاخلي رقم الجملة امام هذه النهاية فصير رانا is wearing hat scarf and a coat رانا ترتدي قبعة وشاح ومعطف number four رابعا taric is sitting طارق يجلس علي من يجلس طارق؟ يجلس على الكرسي الكرسي هو chair chair معناه كرسي فاخلي on a chair يجلس على الكرسي فاخلي رقم الجملة اللي هو رقم اربعة امام كلمة on a chair taric is sitting on a chair طارق يجلس على الكرسي number five خامسا nadia is شنو تكمل المناسبة لهاي الجملة نلاحظ انه nadia حزينة فشنو الكلمة المناسبة كلمة sad sad معناها حزين nadia is sad nadia حزينة number six sadison the teacher is holding المعلم يمسك يمسك بشنو نلاحظ ان المعلم بالصورة يمسك be ice cream فندور بالنهايات نلاحظ انه an ice cream المعلم يمسك بال ice cream اذا هذا خطأ من الأخطاء اللي موجودة بالصورة نلاحظ انه ذن الجملة دي عبرني عن الأخطاء اللي موجودة بالصورة number seven سابعا the moon is القمر ويريدني ان نكملها شبيل قمر القمر في السماء وهذا خطأ موجود بالصورة فقول in the sky the moon is in the sky القمر في السماء وهذا خطأ موجود في الصورة number eight ثامنا lina's trainers are احذية لنا نلاحظ انه احذية لنا كبيرة فاشاقول اقول too big جدا كبيرة وهذا هم كذلك خطأ موجود بالصورة هذا ما يخص هذا النشاط وصلنا بدايات الجمل بنهاياتها من خلال الأخطاء اللي موجودة بالصورة هذن الجمل نحاول نحفظ معانيها لان راح تفيدني بانشطة قادمة ان شاء الله وكذلك مهمة كتحضير من الممكن ان الاستاذ يطلب بداخل الصف من التلميذ ان يوصل بدايات الجمل بنهاياتها حسب الصورة اللي منطهية بكتاب الطالب ننتقل الى النشاط الآخر listen and read lina's email استمع وقرأ email lina ال email هو البريد الالكتروني هي مختصر ما الكترونيك mail بريد الالكتروني طبعا هذا email دازتها لنا بالاخير دائما بنهاية ال email نكتب اسمنا اللي دازين الرسالة احنا نكتب اسمنا فهنا نلاحظ ان لنا هي الدازة رسالة دازتها علما دازتها to الى سوزان صديقتها اسمها سوزان اذن مرسل الرسالة اللي رسلت الرسالة هي لنا والشخص اللي استقبل الرسالة هي سوزان subject موضوع الرسالة او موضوع هذا عن يوم المدرسة المفتوح فتقول لها بالبداية مرحبا يا سوزان اليوم كان يوم مدرستنا المفتوح ركضت في سباق الملعقة والبيضة كنت الأولى first هي الأولى هذه كلمة جدا مهمة ان شاء الله بالدروس القادمة رح ناخذ العداد الترتيبية اللي هي الأول والثاني والثالث كل رقم one two three يقابل عدد ترتيبي الأول والثاني والثالث الى آخره ان شاء الله رح نشرحها بالدروس القادمة فتقول لها I was the first كنت في المركز الأول My brother يوسف was the winner أخي يوسف كان الفائز in the running race في سباق الركض My class had a stall صفي فيه كشك stall معناها كشك أخذناها بدروس سابقة with cakes cookies and lots of nice things هذا الستول اللي هو الكشك يبيع الكيك والكعك والكثير من الأشياء جميلة nice things أشياء جميلة أو أشياء لطيفة to eat أشياء لطيفة للأكل يوسف's class has a stall صف يوسف فيه كشك with the drinks بالمشروبات يبيع المشروبات it was fun كان الأمر ممتع هذا مجرد نشاط يطلب من أن يستمع التلاميذ يستمعون الأستاذ هو يقرأ الإيميل بعدها يحاولون يقرون الإيميل مثل ما قرأ الأستاذ أسفلها كذلك إيميل آخر كتبته سوزان ردت على لينة نلاحظ أن اللي أرسل الرسالة سوزان ردت بي على لينة دزتها لينة ردت عن الإيميل اللي قرأنا قبل دقيقة فهنا كتبت لها subject الموضوع موضوع هذا الإيميل your school open day يوم مدرستكم المفتوح فكذلك قلت لها هاي لينة مرحبا يا لينة what cakes did you make ما الكيك الذي صنعتوه I am good at making cookies أنا جيدة في صنع المعجنات أو الكعك can you come to my school open day هل يمكنك أن تأتي إلى يوم مدرستنا المفتوح in June في شهر 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 أي شهر January March April May June June هو الشهر السادس there is a skipping race هناك سباق القفز and hopping race والسباق القفز على رجل واحدة hope هو القفز على رجل واحدة أما skipping فهو السباق مثل ما موضح في الصورة نسمي skipping race I am in the blue team أنا في الفريق العزرق what color is your team ما لون فريقكم here is a picture of me skipping هذه هي صورتي وأنا أقوم برياضة skipping اللي هي نسميها رياضة القفز إذا مثل ما وضحنا أنه هذه هي رياضة القفز أما hoping فهي رياضة القفز على رجل واحدة كذلك هذا الإيميل أو هذا النص يطلب من التلميذ أن يستمع للأستاذ وهو يقرأه بعدها يحاول يقرأ مثل ما قرأ الأستاذ ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول write the missing letters اكتب الحروف الناقصة منطيني مثال number one أولا the moon is in the sky القمر في السماء إذن مثل ما وضحنا بداية الدرس أن الجمل اللي وضحناها وصلناها بداية الجمل بنهاياتها حسب الصورة جمل مهمة أحاول أحفظ معناها كذلك تفيدني بهذا النشاط هذا النشاط حل يعتمد على الجمل اللي وصلنا بداياتها بنهاياتها فإذا تلاحظون the moon is in the sky القمر في السماء هاي الجملة ما أخذها من النشاط اللي حلناها بداية الدرس فهنانا حاذف حرفين وحالها حاذف حرفي الأو والأو الثانية فكملها صارت أدي كلمة moon moon معناها قمر is in the sky حاذف حرف الواي sky معناها السماء number two ثانيا يوسف is wearing يوسف يرتدي pin و أدي حرف ناقص وكذلك هاي الكلمة حروف اثنية ناقصة ذكرنا بداية الدرس أن يوسف يرتدي بنطال وردي نحن نعرف أن الوردي هو pink لذلك الحرف الناقص هو حرف k أما البنطال فهو trousers فالحروف الناقصة هو حرفي t وحرف r صارت pink trousers بنطال وردي number three ثالثا tarik is فراغ on ايه فراغ طارق فراغ ذكرنا بداية الدرس أنه طارق كان يجلس يجلس شنو sitting إذن حرف الناقص هو حرف الاس tarik is sitting طارق يجلس on على يجلس على شنو يجلس على الكرسي chair عرفنا أنه كرسي هي chair شنو الحرف الناقصة حرفي c والح tarik is sitting on the chair طارق يجلس على الكرسي number four رابعا كلمة حروفها ناقصة trainers are two فراغ الأحذية الرياضية الخاصة بفراغ نعرف أن الأحذية الرياضية خاصة بلينا فأقول لينا الحروف الناقصة هو حرف i وحرف a لنا as trainers أحذية لينا الرياضية are two فراغ جدا فراغ شنو الكلمة اللي تكمل الجملة كلمة big جدا كبيرة كانت أحذية لينا number five خامسا رانا is wearing رانا ترتدي ذكرنا أنه رانا كانت ترتدي معطف coat وشاح scarf وقبعة hat في الحروف الناقصة هي حرفي a t number six سادسا فراغ teacher is فراغ an ice cream شنو الكلمة المناسبة للفراغ الأول نحن نعرف أنه teacher المعلم أقدر أضيف لها the اللي هي التعريف the teacher المعلم ماذا كان يفعل المعلم كان يمسك holding الحروف الناقصة هو حرفي n و g holding an ice cream كان يمسك be ice cream هذا ما يخص هذا النشاط مجرد كمن الكلمات بالحروف الناقصة حسب حفظي للجمل اللي خذناها ببداية الدرس ووضحنا أنها جمل جدا مهمة ننتقل إلى النشاط الآخر let's play فلنلعب listen and cross استمع وضع خطأ the numbers على الأرقام هذا مجرد عبارة عن نشاط صفي يستمع من خلال تلميذ المقطع الصوتي ويوضع خطأ على الأرقام اللي يسمعها أنا مجرد رح أنطق هذه الأرقام أنا مجرد أحبق الغرض من الاستماع 25 70 31 8 40 45 1000 250 550 65 68 50 350 55 800 150 700 100 100 100 100 100 100 هذا مجرد نشاط سماعي يختبر قدرة التلميذ على نطق هذه الأرقام ننتقل للنشاط الآخر listen and say استمع وقل what sounds do these letters make ما الصوت الذي تصدره هذه الحروف أو تصنعه هذه الحروف together سوية احنا عرفنا بدروس سابقة شون ننطق كل حرف حرف ال-A وال-B وال-C الى آخره لكن اتعلمناها كل حرف على حدة اما بهذا الدرس فمنطيني مجموعة من الأحرف اللي اذا اجن سوية ينطن صوت آخر غير الصوت اللي متعلمين عليه احنا انه ننطقه لذلك يطلب ان عندني استمع للمقطع الصوتي واعرف ان ال-S اذا اجدت ويا ال-H شون الفضها وكذلك حرف ال-C اذا اجا ويا ال-H شون الفضه وحرف ال-P اذا اجا ويا ال-H كذلك شلون الفضه نستمع للمقطع الصوتي وبعدها نعرف شن المطلوب حفظه من هذا النشاط اذا بعد ما استمع للمقطع الصوتي وعرفنا شون يلفظ هذه الحروف سوية ال-S مع ال-H تنطيني صوت الش ال-C مع ال-H تنطيني صوت الش وال-P مع ال-H تنطيني صوت الف بعد ما عرفت هذه الحروف شون يتم نطقها بالتمرين الاخر يطلب من عندي اني write the words you know اكتب الكلمات التي تعرفها اكتب الكلمات اللي تعرفها اللي بيها حرفي ال-S وال-H والكلمات اللي تعرفها بيها حرفي ال-C وال-H وكذلك الكلمات اللي تعرفها بيها حرفي ال-P وال-H هي لفظا فا وبعدها بالتمرين اللي اسفل هذا التمرين يقول لك did you write these words هل استخدمت هذه الكلمات هسا نجي نقرأ هاي الكلمات ونعرف ان ال-S وال-H اللي لفظ بيها شا مثل ما وضحنا وال-C وال-H اللي لفظ شا وال-P وال-H اللي لفظ فا فأول شي حرفي ال-S وال-H اللي يلفظا شا منطيني مثال هو كلمة شوب بعد شون الكلمات اللي يعرفها بيها حرفي ال-S وال-H هي اللفظا شا كلمة shirt shirt معناها قميص فأكتبها بعد كلمة sharpener sharpener اللي هي المقطاطة أو البراية كذلك أكتبها بهذا الحقل shark القرش أكتبها بهذا الحقل shoes أحذية كذلك أكتبها بهذا الحقل shoulders shoulders هي الأكتاف أكتبها بهذا الحقل بعد أحاول أدور كلمات بيها S و H كلمة fish سمكة أكتبها بهذا الحقل نلاحظ أن جميع الكلمات shirt نلاحظ أن الـ S و الـ H لفضناها shirt sharpener shark shoes shoulders و fish بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة هي كلمة shelf shelf معناها رف بعد كذلك يطلب من هذه أني أكتب الكلمات اللي بيها حرفي C والـ H هي اللفظا T منطيني مثال هو كلمة chair chair كرسي كذلك أشوف أكو كلمات بيها حرفي C الى H اللفظا chair منطيني كلمة cheese أكتبها بهذا الحقل cheese معناها جبن watch watch معناها ساعة يدوية وكذلك تجيب معنى يشاهد بعد أكو كلمة ثانية نعم كلمة chicken chicken دجاجة بعد أدور أكو كلمة ثانية ندور ما نلقى إذن هنا يطلب من عندي أن نكمل هذه الفراغات بكلمات من عندي مثلا أعرف كلمة bench bench معناها ذكة البدلاء أو الاحتياط بعد كلمة children children أطفال كذلك نلاحظ أن ch لفظا ch كلمة teacher معلم والكلمة الأخيرة كلمة search يبحث أما الحقل الأخير حرفي ال-p-h كذلك يطلب من عندي أن أكتب الكلمات اللي بيها حرفي ال-p-h لفظا ph من طيني مثلا كلمة elephant elephant معناها feel فنلاحظ أن ال-p-h لفظناه ph فكذلك أحاول أكتب الكلمات اللي بيها ph اللفظا ph أدور بذن الكلمات أدقى كلمة euphrates euphrates معناها الفرات أخذناها بدروس سابقة alphabet alphabet معناها الحروف الأبجدية phone phone معناها هاتف photo photo معناها صورة دورنا بعد ما لقينا كذلك أحاول أكتب كلمات أخرى أعرفها بها حرفي ال-p-h ولتكن كلمة مثلا elephant الفيل وكذلك كلمة dolphin اللي هي dolphin حيوان الدولفين أما الكلمة الأخيرة مثلا كلمة phrase معناها عبارة هذا ما يخص هذا التمرين مجرد من خلاله عرفنا أن s-h لفظا ch وأخذنا أمثلة عليها و c-h لفظا ch وأخذنا كذلك أمثلة لكلمات بها c-h لفظا ch و كذلك ph وأخذنا أمثلة على هذا الصوت هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي صورة واكتشفنا الأخطاء اللي موجودة بالصورة وصلنا بدايات الجمل بنهاياتها و عرفنا أن هاي الجمل مهمة أني أحفظ معناها و كذلك قرنا إيميل لينا لسوزان و رد سوزان على لينا بالإيميل الآخر و عرفنا أن نذنى الإيميلات للقراءة فقط بالإضافة إلى ذلك أخذنا تمرين أكمل الحروف الناقصة أكمل الحروف الناقصة و حليناه و كذلك تعرفنا على الأصوات الجديدة اللي هو صوت الش 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 ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسارة أو وضافة حبونا تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة